السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا وسهلا بكم اعزانة الله بالصف الثالث الاعدادي ازايكو يا شباب اخباركو ايه يا رب كونوا جماعا بخير زي ما وعدناكو بنحل مع بعض امتحانات المحافظات اللي بنتحن يوم بيوم الفيديو اللي فات كان محافظة او امتحان ابناؤنا في الخارج كان امتحان كواس جدا جدا والنهاردة زي ما احنا شايفين يا شباب امتحان محافظة ايه ضمياط اللي امتحانوا النهاردة امتحان كواس جدا سهل جدا وفي بعض النقاط كده اللي اعتبر يعني فيها كده اه اسئلة من نوع جديد شوية علينا تعالى نشوف اللي امتحان عامل ازاي اول سؤال هو سؤال ديالوج بتوين نبيل عند اسامة نبيل عند اسامة ار توكينج اباوت ابوك زات اسامة از ريدينج ان هستري نبيل واسامة بتكلمه عن كتاب واسامة بيقراه عن التاريخ يلو هلو اسامة هلو نبيل هل تستمتع بهذا الكتاب فقال له اجابة يعني هنا في سؤال قال له طبعا هنا بيقل له هل انت مستمتع بالكتاب ده قال له اجابة قال له ليه قال له عشان ده مش النوع المفضلية واضح ان هنا قال له فقال له ليه واي ممكن له عندنا مش مستمتع بيه وينفع واي بس قال له because it is not my favorite but kind ده مش النوع المفضل بالنسبالي فهنا عندنا سأل سؤال قال له I prefer reading adventure stories انا بفضل اقرأ قص ايه مغامرات مش كتب عن التاريخ واضح ان هنا قال له طب انت بتفضل اي نوع من الكتب يبقى what kind do you what kind of books do you prefer اي نوع الكتب اللي انت بتفضل فقال له I prefer reading adventure stories did you read this book هل انت قرأت هزا الكتاب المعايا فقال له اجابة I read it one year ago يبقى اروا قبل كده لا قروا قبل كده فقال له عندنا yes I did ايوة I read it one year ago قرأتوا قبل كده من سنة and it was so interesting كان كتاب شايق جدا as I like history عشان ايه بحب ايه تاريخ هنا اسامة اقتنع بالموضوع وقال له well you have encouraged me to finish it انت شجعتني انهي الكتاب اللي انا ايه كنت عمال اقراءه فوق مش مستمتع شجعه يقراءه قال له I hope you will enjoy it اتمنى تستمتع بالكتاب فقال له thank you حادثة شوية شباب فيها تركي كده صغيرة المعظم الطلبة كده بين هنا ايه yes I am لكن لازم تقرى الاول تعرف ان هنا في الاول ما كانش مستمتع بالكتاب وفي الاخر اقتنع انه يقرأ ويكمل ايه الكتاب روح على السؤال التاني هو سؤال آآ آآ ريداند كومبليت اندرستاند يفهم نايدر ليه في النفية عندنا ديسلكسيا اللي هو آآ اعراض آآ عدم اتقن القراءة والكتابة او مرض يعني آآ عدم اتقن القراءة وكتابة بوث يعني كلاهما يعني عام يعني خاص لما سامي كان صور في السن كان عنده ايه عنده صعوبة في القراءة والكتابة ده معنى انه كان سايق في ايه او قال لي هنا كلمة ان يبقى كلا منهما يبقى بوث reading and writing it wasn't easy for him to his lessons كانش سهل ابدا عليه انه يفهم دروسه يبقى understand his parents الولدين asked a teacher طلبه من احد المعلمين to give him listens دروس خاصة special listens which helped him to be better خليته يبقى احسن and did will add the exams وخليه حله كياس فين في الامتحانات روح على السؤال التالت وعبارة عن comprehension قطعة عن التسوق الالكتروني واحنا يمكن شرحناها كزا مرة في المراجعات النهائلة اللي عملناها على القراءة شباب ركز معايا كده كلنا عارفين التسوق الالكتروني مفيد يمكنك ان تشتري ما تريد بدون ان تنتقل المكانك هي نوع من انواع التجارة الالكترونية فورم يعني شكل او نوع من التجارة الالكترونية which allows the users تسمح للمستخدمين to directly وعشرة buy goods شراء البضائع from a seller من باقع over the internet من على الانترنت however my opinion changed لكن بالرغم من هذه المزايا حصل تغير في رأيي when I decided to buy a present لما قررت اشتري هدية for my daughter لبنتي on her birthday في عيد ميلادها I visited the websites زرت مواقع كتيرة for electronics بتبيع اجهزة الالكترونية until I found حتى وجدت what I want اللي انا عاوزه and ordered a modern computer هيجيب للبنت ايه؟ computer حديث delivery arrived in one week التوصيل حصل بعد اسبوع I opened the box بتحت الصندوق inside بداخل الصندوق there were a keyboard اللوحة المفاتيح a mouse a screen شاشة and a lot of wires وكسيم الأسلاك after spending an hour بعد مقضيت الساعة trying to put all parts together اوصل كل الأجزاء دي بهضها it still didn't work طبعا كلمة ايه تعيد على ايه؟ على الكمبيوتر الجديد at one حالا يعني وقتها I called them to send it back صلت بيهم عشان ياخدوا الجهاز ده تاني ويجيبوا جهاز شغال they were sorry اعتذروا after three days بعد ثلاثة أيام a new computer arrived وصل لي جهاز جديد it was great and my daughter was happy عظيم جدا الجهاز ده وكانت سايدة طبعا سادة ليه؟ جالها هدية computer جديد when you shop online هنا بقى النصيحة والختاب عندما تتسوق الكترونية you need to be careful خليك حذر where you shop from تشتري منين you should buy from trusted sources اشتري من مصادر موصوقة and make sure وتأكد you read the user reviews بك انت بتقرأ مراجعات وتقييمات الايه الناس اللي اشترت قبليك of those seller من البائعين and the product والمنتج يعني الناس قالت ايه عالبائع ده وعالمنتج اللي انت ايه اشتريت ويعني خليك حريص وانت تتسوق الكترونية عنش في الاسئلة يا شباب اول سؤال السؤال ده بقى خلاص موجود في كل القطع الفكة الرئيسية هنا طبعا شوبينج ايه online لما الكتب بتاع القطع دي فتح السندوق لها جواه طبعا انا سكرين وكيبورد وماوس وان سم ويرز online شوبينج is useful because التصور الالتروني مفيد ليه وانا عندنا saves time and effort يوفر وقت مجهود وانا كلمة ات في البرغراف التاني توشير الى كمبيوتر فاكتب في الامتحان ات زي ما هي كده واكتب ريفرز عشان هنا في كلمة يبقى ات ريفرز to the لخص البرغراف الاول ده سوري البرغراف الاخير في جملة واحدة فقلنا كده يجب ان تكون حذر عند التصوق الاكترونيا وتشتري من واقع موصوق هل تعتقد ان البنت ابنة الكاتب كات سعيدة طبعا لانه اشترالها ايه جهاز كمبيوتر قلنا حصلت على بعد كان روحنا سؤال منطقة كبيرة واسعة مفتوحة فيها نباتات واشجار جميلة حديقة النباتات جميع وسائل المواصلات اللي تستخدم الطرقات اسمها مرور اللي هي عندنا مواني محطة ضميطة هي مدينة هادئة كلمة معناها قوائت اللي عندنا اخرها ت اما قوائت اللي اخرها ت معناها الى حد ما او تماما طبعا نويزي موزعج ديرتي يعني متسخ او غير نظيف عشان تحول كلمة خشب الى صفة معناها خشبي ويقات صفكس بنضيف لاحقة اسمها يعني خشبي او مصنوع من الخشب زهبي الولدين عارفوا ان الاطفال منهم لانهم سمعوا الاولاد بيتكلموا بيتكلموا ويبقوا صحيح ان يبقى اسمها awake يعني ضعيف واوصم يعني رائع كلهم كانوا ايه كانوا ساد عندهم حنت حزن لان هابي سعيد شيرفل مصرور فرحان جيفل برضو يعني طبعا من الفرح والسرور لكن هم عشان خسرانين يبقى كانوا ساد نروح على سؤال الجرامر القطار غالبا بيستغرق ست ساعات يعني يصل اللقصر يعني عادة من علامات المضارع البسيط وبنتكلم على المواعيد هنا يبقى هنا عايزين فعل مضارع بسيط مع الفاعل المفرد يضف اس المفرد لو كان قطارات كنت قلنا تكزا ما هي يبقى الصح باضافة اس المفرد لان الفاعل المفرد وهذه الجملة مضارع بسيط بيقارن من فيلم شافه وبين جميع الافلام شافها قبل كده كلمة صفة غير منتظمة عند المقارنة بين طرف ومضموعة من الأطراف متحاول تبقى اسمها زي كلمة تبقى وبالت تبقى ايه اتفقنا ان الكلمة بيجي بعدها مدة كاملة عشر سنين عشرين سنة لكن لما يجيب لي تاريخ محدد يا شباب يجيب لي لان الجملة دي مضارع تام يبقى جملة جملة دي خدعة طلاب كتير كل الطلبة قالوا نبيل وعالي هنا جامع نحط كلمة لكن لازم تاخد بالك ان هنا ايه في الماضي يبقى كل من نبيل وعالي كانوا في المدرسة بالأمس هي يجب ان تصهر ده هي بالفعل خلصت واجبها اللي خلص واجبه هل مضطر يصهر يذاكر تاني ويحل واجبه ما وخلصه يبقى هي غير مضطر عندها عدم الاضطرار وعدم الالزام بننفي هاستو تبقى ايه دونت او دازنت شي مفرد يا شباب يبقى اقول دازنت ويحول الفعل للمصدر يبقى دازنت هاف تو يبقى شي دازنت هاف تو ستي ابليت لانها بالفعل خلصت ايه الواجب بتاع هاف تو وهاستو نفيهم دونت ودازنت هاف تو اخر سؤال هو سؤال باراجراف على يعني اتكلم عن اجازة او يوم يعني ويك اند انت قضيته واستمتعت بيه تعالى نشوحنا كتابنا ايه قلنا الاجازات مهمة في حياتنا بيساعدونا نعيد تجديد الطاقة بتاعتنا بننعيش كده عقودنا نرجع كده للشغل بتاعنا صفيين او المدرسة يعني الاجازة اللي فالت رحنا يوم الجمعة رحنا مع اصحابي وصلنا صباحا وبدري المكان كان مدهش وجميل ابن مرشد سيحة كويس هناك ده معنوات شيخ جدا عن المكان ده شفتنا الهرام الاكبر وهو الهول زرنا مدهش جدا جنب الاهرامات قبلنا سيحة كتير جدا من كل انحاء العالم حدثنا معهم وتصورنا معهم هنا نقصتي يا شباب سوري اشتنا هداة سكرية وقدنا تناولنا الغداء في مطعم جميل هناك طعم كان لاز جدا بعد الغداء ركبنا الجمال وكمان الخيول كان زيارة رائعة جدا برشح هذه الزيارة لاي حد حاب يقضي اجازة ايه قويسة او اجازة رائعة يعني ممكن تتغير كاميران بيرامتز دي يا شباب بتخليها وتتكلم بقى انك روحت البحر وعملت تسوق شوبينج ومشتريت سوفينيرز برضو يبقى بتخليها لأسر واصوات ممكن تبدل كاميران بيرامتز دي بأي مكان تاني وتغير بعض الاجازات هنا لكن الجمال كلها في الماضي وكلها بتتكلم عن ايه الاجازات او الوطلات يعني كده يا شباب الحمد لله خلصنا امتحان محافظ دومياط نوعاتكم ان شاء الله اي محافظ امتحن لنزل امتحنها في نفس اليوم ان شاء الله رب يوفق جميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته